نقطة تانية بنشوفها من رسالة روميا والإصلاع التامع عن عمل الروح الكدس في حياة المؤمن وأكرر زي ما حضرتك قلت عقل المؤمن بنشوفها كده في عدد 11 يقول آية مهمة جدا إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم هنا ده امتياز عظيم جدا وبصلي إنه رب دينا ككنيسة وكأشخاص إعلانات أكتر وأكتر ونختبره في حياتنا يقول إن الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيكم كأنه بيذكر كل مؤمن إن الروح الكدس اللي ساكن فيك ده مش أي حاجة ده الروح الذي أقام يسوع من الأموات نفس الشخص اللي أقام يسوع من الأموات ساكن فيها يعني قوة القيامة دي موجودة في كل شخص شيء عظيم جدا وبيقول بقى بطريقة عملية ما أنا مش عايز أعرف نظريات إيه فايدة النظريات بيقول إن كان الروح الذي أقام يسوع ساكن فيكم ده بقى استفادوا من الكلام ده يا مؤمنين استفادوا إنه إيه؟ إنه الذي أقام نفس الروح يحي أكسادكم وهنا في ناس ممكن تفتكر إنه دي عن القيامة لكن هنا لا ده هنا حديث إنه عمل قوة القيامة في الأكساد سيحي أكسادكم مائتة بروحه الساكن فيكم يعني ده في الوقت اللي ساكن فيكم أنا لو أنا ميت والرب حيقومني ده ساعتها الروح مش ساكن لكن هنا بيقول إن الروح الساكن فيها حيحي والكلمة اليوناني كلمة سيحي معناها ترستور يعني حاجة بتترمم حاجة خربت وبتترمم كأنه مثلا جالي مرض يعني بقى لخصها كده ببساطة هنا بنشوف قوة القيامة علشان شفاء المؤمنين